طلق سامح شكري وزير الخارجية رئيس الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ كاب 27 طلق اتصالا هاتفيا من المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ جون كاري الاتصال شهد التأكيد على أهمية مواصلة العمل المشترك والتشاور خلال الفترة المقبلة من أجل البناء على ما تحقق خلال كاب 27 بشرم الشيخ من نجاحات بهدف مواصلة تعزيز عمل المناخ الدولي وأكد شكري حرص مصر على الالتزام الكامل بالعمل مع جميع الشركاء الدوليين ومع الولايات المتحدة لدفع أجندة العمل المناخي الدولي خلال المرحلة الراهنة